السلام عليكم أتمنى أن تكونوا بألف خير معكم أحمد وفي هذا الفيديو إن شاء الله اليوم سأريكم طريقة إخفاء محادثة الإنستغرام دون حدفها بخطوات سهلة وبسيطة ولكن قبل بدء هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زل الجرس ليصلكم كل جديد والآن لن أطل عليكم أكثر تابعوا مع الشرح أولا افتح تطبيق الإنستغرام على هاتفك وتأكد أن حسابك عملي وليس حساب شخصي وبالنسبة للأشخاص الذين لا يعرفون كيفية تحويل حسابهم من شخصي إلى عملي فأنا سأترك لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف أو في أول تعليق بعد ذلك اضغط على زل المحادثة هنا وهنا عندنا مجلد أساسي ومجلد عم بعد ذلك قم بنقل محادثة أو المحادثة التي تريد إخفائها من مجلد عم إلى مجلد أساسي بعد ذلك قم بتحويل حسابك إلى حساب شخصي ولي تحويل حسابك إلى حساب شخصي قم بالرجع بالضغط على هذا السهم هنا بعد ذلك اضغط على ملفك الشخصي بعد ذلك اضغط على ثلاث قطوط بعد ذلك اضغط على الإعدادات والخصوصية بعد ذلك اضغط على الأدوات وأنا صرت تحكم الخاصة بمشاء المحتوى بعد ذلك قم بالنزول إلى الأسفل قليلا ثم اضغط على تبديل نوع الحساب بعد ذلك اضغط على تبديل إلى الحساب الشخصي بعد ذلك اضغط على تبديل إلى الحساب الشخصي مرة أخرى انتظر قليلا بعد ذلك قم بالرجع بالضغط على هذا السهم هنا بعد ذلك اضغط على الصفحة الرئيسية بعد ذلك اضغط على زل المحادثات هنا وكما تشاهد لقد تم إخفاء مجلد أساسي وإذا أردت رؤية المحادثات التي قمت بإخفائها فقط عليك بتحويل حسابك إلى حساب تجاري أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم وللسف صارتكم واقتراحاتكم راسلوني على الإنستغرام أو على الفيسبوك أو تركوه لتعليقا في الأسفل وأنا سأرد عليكم شكرا على المشاهدة وأراكم في الفيديو القادم إن شاء الله السلام عليكم